ولكن اللي جاي ده مش نقص معلومة يا جماعة اللي جاي ده هو افتراء على التاريخ واي حد يرى في نفسه صفة المؤرخ او صفة الموصق او صفة الباحث لابد انه ما كانش يقع في خطأ بحجم اللي حصل فكرة الاهلي فوق الجميع شعار نازي قلنالكو قد ايه كلمة شعار نازي ده خطاب يحض على الكراهية ضد كمان النادي الاهلي وبيحط النادي الاهلي في صورة انه هو نادي فوقي اي حد عارف بتاريخ النادي الاهلي وضروبه وبطولاته عارف ان النادي الاهلي لم يكن ابدا على مر تاريخه هو نادي فوقي تعالوا نسمع الفيديو اللي تقال في توصيف اللفظ ونرجع بقى نقول لكم يعني ايه الاهلي فوق الجميع وليه النادي الاهلي عمره ما كان بالشكل اللي شايفه به ابراهيم عيسى نطلع ونرد بعد الفيديو لانه في شعارات بتتقال شعارات خاطئة وبتتردد بفخر شديد واعجاب اشد وهي تحمل جواها مشكلة كبيرة يعني لما اقول الاهلي فوق الجميع ده تعبير نازي المانيا فوق الجميع دي هتلر وينهم بمعنى انه المانيا جنس اري جنس متفوق اعظم الاجناس على الارض ومنسمع يعني هي فوق وكل الاجناس بقى الساميين زي حالتنا كده او اي حد القوقازيين او غيرهم يعني عناصر مواطنين من درجة تانية فلما تجي تقول الاهلي فوق الجميع معناها دلالتها لازم تبقى معروفة عند الاهلاوي قبل الزمالكاوي وقبل اهل اسماعي اللاوي انه الاهلي فوق الاهلاوية الاهلي فوق الاهلاوية يقول لك مصر فوق الجميع يعني فوق المصريين اللي هو يعني انت توليها الاولوية الاولى مصر بالنسبة لك يا رقم واحد وبعدها يليها اي حاجة تانية نفس الحكاية الاهلاوي المفروض بالاهلي بالنسبة له اهم حاجة يليها أي شيء آخر في الرياض إنما مش فوق الآخرين مش الآله فوق الجميع يعني فوق الزمالك والإسماعيلي والترسانة والترسانة يا الله يا زمان أو أي فرقة أخرى يعني اتحاد ولا محل أو غيرها مش ده المعنى هذا افتراء مبين على التاريخ ليه بقى؟ أولا تعالوا نحرر للاصطلاح ونتكلم في الزرف الزمن اللي خرج فيه الاصطلاح في انتخابات 1992 في فبراير كان كابتن صالح سليم بيخوض انتخابات همة جدا في تاريخ النادي الأهلي الشعار خرج بيحمل معنى هو أصلا معنى مستوحى من فكرة الوطن اللي احنا بنقر دايما إن مصلحته وهو أولوية قصوى عندنا قبل أي حاجة إن النادي الأهلي اسمه النادي الوطني يعني هو أكتر نادي عارف يعني إيه كلمة الوطنية وعارف يعني إيه إن مصر فوق الجميع ولكن المصطلح الانتخابي خرج فيه ظرف خاص وهو فكرة النادي الأهلي فوق جميع أبنائه وفوق جميع المتنافسين ده الظرف اللي خرج في الشعار طب انت لما بتؤول الشعار لفكرة إن النادي الأهلي نادي فوقي شايف إن هو أفضل من الآخرين أو شايف إن الآخرين أو بينظل لهم بنظرة دونية حضرتك النادي الأهلي ده مشجعينه هم تمانين مليون مشجعينه هم الشعب المصري البسطاء الناس أرايبنا الناس الودعاء الطيبون الناس اللي شبهنا فعمر ما هيكون النادي الأهلي شايف نفسه نادي فوقي إحنا بنفخر بكلمة بيب بيب آه لما النادي الأهلي كان جمهوره بيخرج بالألاف والملايين في الشوارع يحتفل وصافرات أو صوت العربيات بتقول بيب بيب آه ده كان رمز الاحتفال هو ده النادي الأهلي عمره ما كان شايف نفسه بمفهوم فوق الجميع أو إن الآخرين بينظل لهم نظرة دونية ولكن عايز تعرف يعني إيه الأهلي فوق الجميع من تاريخ النادي الأهلي تعالى بقى نقولك إزاي استلهمنا فكرة فوق الجميع إن هي كانت أصلا من قبل كابتن صالح سليم لما في 1918 ست لعبين بيقدموا استقالتهم عبدالخالق صروت بشا على الفوق بيقبل الاستقالة مع منعوم عام من الالتحاق بالنادي لما في 1928 حسين حجازي بيرى أنه هو أكبر من فكرة استلام الميداليات لأن النادي الأهلي خسر في المباراة فالنادي الأهلي بيوقف حسين حجازي قبل كرة المصرية وبيعلق الإقاف على أصوار النادي عشان فعلا الأهلي فوق الجميع 1958 بتوقف 16 لاعب نتيجة التمرد 85 وبتلاعب الزمالك بالناشئين وبتكسب لأنك أنت بتقول أن الأهلي فوق الجميع على مدار تاريخ النادي الأهلي مؤقرا حتى بالتعامل مع اللاعبين لما أحمد فتحي شاف أنه لأ أنا عايز رقم معين النادي الأهلي لأهل ده آخري لأن أنا عندي منظومة عبدالله السعيد عرضنا للبيع في الوقت اللي كان بيتهافت عليه الأندية الأخرى رمضان صبحي اتقل له معاك ساعة عارف كل ده حصل ليه؟ لأن النادي الأهلي فوق الجميع بمعنى أنه هو لا يقف على أفراد النادي الأهلي هو نادي فوق الجميع ببطولاته أنه هو سابق ولكن أبدا بدون نظرة دونية لحد ده اللي أنت لو عندك القليل من الدراية بتاريخ النادي الأهلي كنت قلت كل التحية لتاريخ النادي الأهلي اللي أنت فعلا بتجهله أنت بتتعامل على أنه أصلا مش عارف الحقيقة اللي سمع الفيديو هو بنفسه فصر يعني إيه الأهلي فوق الجميع وقال المعنى الواضح جدا أن الأهلي فوق جميع أبنائه هو بنفسه فصر فتخيل لما هو يفسر التفسير ده ويكون وصل له تفسير كل مسؤولي النادي الأهلي اللي رددوه كتير جدا أن مصطلح الأهلي فوق الجميع يعني فوق جميع أبنائه ويكون بيفصر وفي نفس الوقت بيقول أن ده شعار نازي الغريب بقى أنه هو أصلا مش شعار نازي فتخيل عزيز القارئ إبراهيم عيسى حضرتك إما أنك تجهل أو أنك تقرأ وعن عمد تضلل ليه مش شعار نازي؟ لأن أصلا فكرة ألمانيا فوق الجميع أو أغنية الألمان أو النشيد الوطني لألمانيا أصلا الكلمات دي كانت 1841 تاني 1841 يا أستاذ إبراهيم عيسى يا مصقف على حد تعبير أخوك أو بعض متابعيك وتقدر ترجع وترجع المعلومات دي ولكن للأسف حضرتك بتروح لبعض الكتب ما احترمنا لكل الكتب طبعا وتاخد منها الأفكار اللي تيجي تترحى على الشاشة عندك قدرة كويسة على الطرح ولكن للأسف محتواك مغلوط فبالتالي شعار ألمانيا فوق الجميع ليس شعار نازي ده شعار مكتوب الشعر هوفمان كتبه 1841 قبل النازية بتسعين سنة ومكتوب من ثلاث مقاطع جات النازية وجاء هتلر وخدوا المقطع الأول فقط لغير كان الشعر قصده إن ألمانيا فوق الجميع وفوق كل شيء لأن إحنا مجموعة دويلات وعايز الكل يتحد من أجل مصلحة ألمانيا اللي هو التفسير المنطقي لأي شيء بيقول إحنا فوق الجميع لكن حضرتك إما مش قاري أو مش فاهم اللي بتقوله فبعد تسعين سنة جاء هتلر وجاء استغلوه بشكل نازي وخدوا المقطع الأول بشكل عرقي اللي هو ألمانيا فوق جميع الأجناس فبالتالي أصلا الشعار اللي أنت بتقول عليه شعار نازي حضرتك تجهل معلومتل وأنه مش شعار نازي ده رقم واحد ثانيا حضرتك عارف كويس أوي تفسير معنى كلمة الأهلي فوق الجميع فبالتالي أنت تضلل الجماهير وتحرد على النادي الأهلي والنادي الأهلي لن يسمح بده لكن ثالثا وده الأهم هو أنت ليه بتقف بس عند شعارات النادي الأهلي إيه الأزمة؟ أنا مش عايزة أسأل إيه الأزمة هو بالتأكيد فيه أزمة لكن ليه بتقف عند شعارات النادي الأهلي موقفتش عند شعار جماهير الصفوة هو ده التعالي هو ده الاستعلاء لما يتقال إحنا جماهير الصفوة إحنا نادي الصفوة ده الاستعلاء يا أستاذ إبراهيم لكن لما نقول أن فوق مصلحة النادي الأهلي فوق مصلحة كل أبنائه ده زي ما قال البشموندس عادلو كوي ده تواضع أن أنت بتتجرد من مصلحتك الشخصية مهما كان منصبك داخل النادي الأهلي وبتعلي مصلحة النادي الأهلي لكن تعال نسمعك الشعارات اللي حضرتك تجهلتها عن عمد نسمع الفيديو الزمالك فوق الجميع الحقيقة دي جملة كنت مستنية أقولها بقالي كتير جدا من زمان قوي يونها عرب يد ليه البعض بشكل في شعبات الزمان صفوة المجتمع صفوة المجتمع طبعا كلام ما يزعلش حد نادي الملك اسمه يعني يحبوا الكورة يعني معناه كده بقول أهلي ما بيحبش الكورة بيحبوا ناس ناس كلاسة مش ما بيحبوش الكورة مش مش قصد كده ناس مستويات العالية جدا هالي بتشجع زمان انك انت تتولى المسؤولية في اي انت تسأل بقى مين المسؤولية لا بس ارخ انت لا اولا مسؤولين هيعود مش هيعود ومشتعرفش كده بقى دي ايه لكن انا بكلمك الزمالك ده فوق الجميع اه انا دايما من ساعتي عفصوز احمد بمسكت المنظومة الاعلامية انا دايما بقول دايما لازم نرفع شعار هو الزمالك اولا واخيرا ده شعار نادي الزمالك الزمالك اولا واخيرا الزمالك فوق الجميع الزمالك اولا واخيرا واي حد يستحق انه هيقول اي شعار لكن كمان بيتقال احنا نادي الصفوة احنا الجماهير اللي بتشجعنا جماهير هاي كلاس في كمية استعلاق غير طبعية لكن انت عشان عندك انحياس تأكيدي وطبعا الناس بتوعيل من نفس عارفين يعني انحياس تأكيدي هو انك بتبحث في كل شيء متعلق بمعتقداتك انت عندك ازمة مع النادي الاهلي فازاي اشوه الصورة الزهنية للنادي الاهلي النادي الاهلي بيقول الاهلي فوق الجميع وانا عندي احساس ان ده بيقصدنا انا ده يقصدون انا فتطلع تمسك في شعار النادي الاهلي لكن مش هتسمعه من اعلام الزمالك ومش هتعقب مش هتسمع جماهير الصفوة ومش هتعقب ليه؟ لان انت مشكلتك الحقيقية وعقدة اضطهادك هي النادي الاهلي هي تفوق النادي الاهلي نتمنى تكون وضح لك اللي انت كنت بتفسره بس بشيء من التضليل لكن انت عندك تعقيب على شعار او النشيد الوطن الاهلي عندي تعقيب على الفيديو وعندي تعقيب على الشعار على الفيديو احنا شفنا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وهو انت هنا مش بتؤول يعني انت ممكن تاخد شعار الاهلي فوق الجميع وحمال اوجه فتبدأ تقول وجهة النظر زي ما انت قلت من الزاوية اللي انت عايز تشوفها انما عندنا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك انا ما بهذرش الكلام ده حصل طلع قال مع كابتن سيف فاي قال ايه سيف فاي مين سيف زاهر قال ان اغلب جمهور النادي الاهلي قال اغلب جمهور النادي الاهلي ما بيفهمش كورة وان جمهور نادي الزمالك ده دايما جمهور فاهم وجمهور واعي المفارقة بقى الاكتر انه هو نفسه بيتكلم استاذ ابراهيم عيسى كان ليه جملة لما حاب يتكلم عن جمهور النادي الاهلي وقال لك سهل وطيع وسمع وطاعة اتكلم انه جمهور الزمالك مصقف نفس النظرة اللي فيها تعالي وفيها نظرة دونية للاخر انت نفسك طبقت احد المواصفات الخاصة بان انت تشوف نفسك افضل من غيرك وبترجع تلوم على النادي الاهلي في تأويل الشيء وكأنك بتشوفه من نفسك بس اسامة كان نكلمكو عن المانيا فوق الجميع تعالى هنا واحنا بنتكلم فيه اغنية مصرية للمبدع الراحل محمد فوزي وهي من كلمات عبدالعزيز سلام كانت بتقول ايه بقى اغنية مصر فوق الجميع مصر فوق الجميع وبنا تفتدي نحن حسن منيع الى اخره اغنية مصرية هل الجملة دي او هل الاغنية دي كان معناها ان مصر شايفة نفسها ان هي فوق الشعوب او الاجناس لا مصر فوق الجميع وبنا كشعب تفتدي نفس المفهوم بتاع النادي الاهلي اللي قلنا دايما بيستلهم من الوطن الافكار لان عمرك ما حتقدر تخلي النادي الاهلي بمعزل عن الوطن لانه نادي الوطنية انت مش حابب تشوف النادي الاهلي بالصورة الجميلة اللي عليها اقسم بالله لو انت حتى محايد وانا ما بطلبش منك اطلاقا انك تنحزل النادي الاهلي كنت حتقول في النادي الاهلي شعر لان ده حق ولو محايد ولكن لما تشوف النادي الاهلي بعين اللي بيبغض النادي الاهلي او بيبخسوا اشياءه مش هتشوف النادي الاهلي غير بمصطلح نازي زي ما انت قلت ولكن عمر النادي الاهلي ما هيكون كيف ما احنا اتفقنا بقى هو مش مصطلح نازي وازمة الاستاذ ابراهيم عيسى ان النادي الاهلي دائما رقم واحد فبالتالي هناك ازمة ستظل قائمة عند الاستاذ ابراهيم عيسى اللي كانوا بيفتخروا بثقافة الاستاذ ابراهيم عيسى ياريت يقولوله ان شعار المانيا فوق كل شيء ما طلعش شعار نازي